الاستعلام عن نتائج المقبولين بالمنحة الجامعية في المغرب 2014-2023 قامت وزارة التربية والتعليم في المغرب عن اتاحة خدمة للاستعلام عن نتائج المقبولين في المنحة الجامعية في المغرب 2014-2023 حيث قد تم الكشف عن كافة النتاج المعلنة بالمنحة من قبل الوزارة المنحة الجامعية في المغرب يتم نزول المنحة الجامعية الخاصة لكافة الطلاب بالنظامين وغير النظامين في جميع انحاء المدن الجامعية ليكون مساعدة من اجل التخلص من المصاريف الجامعية الخاصة بالطالب ومن اجل تسهيل كافة الامكانيات التي تكون متعلقة بالتحصيل الخاص بالعلم وسوف يتم اعطاؤها وفقا للشروط والمعايير التي حددتها الوزارة حيث جاء هذا من اجل الحصول عليها واعطائها للطالب المتوفرة لديه تلك المعايير حيث من المقرر ان يتنا الاستعلام عن هذه النتائج المتعلقة بتلك المنحة المقدمة من الوزارة من خلال منصة منحة الالكترونية كيفية الاستعلام عن نتائج المنحة الجامعية 2023 أتاحة وزارة التربية والتعليم في المغرب رابط غلكتروني خاص بالوزارة من اجل الاستعلام عن نتائج المقبولين في المنحة المقدمة لديها كلما عليك اتباع الخطوات التالية أولاً قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في المغرب من خلال هذا الضغط فوق خانة نتائج المنحة الجامعية الظاهرة أمامك على الشاشة الضغط على كلمة استعلام وسوف يتم ظهور النتيجة التي تتعلق بهذه المنحة بشكل سهل عقب تتبع تلك الخطوات التبو حددتها وزارة التربية والتعليم في المغرب تكلفة المنحة الجامعية بالمغرب قامت وزارة التربية والتعليم في دولة المغرب بتحديد قيمة تكلفة المنحة الجامعية لديها وللاستعلام عن تكلفة تلك المنحة عليك بمتابعة النقاط التالية بلغت تكلفة المنحة الجامعية في المغرب إلى حوالي 1900 درهم للشطر الأول بلغت تكلفة المنحة الجامعية في المغرب إلى حوالي 1900 درهم للشطر الثاني بلغت تكلفة المنحة الجامعية في المغرب إلى حوالي 2533 درهم للشطر الثالث الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على المنحة للحصول على المنحة يجب استفاء كافة الشروط والمعايير المطلوبة وهي كالاءة يشترط أن يكون الطالب المتقدم من حاملة الجنسية المغربية يشترط أن يكون الطالب المتقدم مقيم بشكل دائم في المغرب يجب أن يلزم الطالب المتقدم من الفئات الاجتماعية التي تكون محدودة الدخل يجب أن يكون الطالب المتقدم حاصل على شهادة البكالورية للعام الحالي 2023 يجب أن لن يقل عمر الطالب المتقدم عن 26 عام يجب أن لن يكون الطالب المتقدم قد استفاد من أحد المنح الجامعية من قبل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة